اول هذه الطرق السايزميك ريفليكشن الفكرة في التجربة بتاعت السايزميك ويبز ان انت بتيجي قدي سطح الارضة هو بيبقى عندك مصدر لموجة ويبقى عندك فيه على بعد مسافة فوقية اكس انت اللي بتحددها في الموقع بتحط ريسيفر اللي هو ار يبقى انت عندك مصدر للموجة وفيه عندك ريسيفر مستقبل لهذه الموجة طبعا انت لما بتعمل موجة هنا والموجة دي عبارة مثلا بتجيب مطرقة مثلا بلاد حديد مثلا هنا ومطرقة وبتدق على الارض او مثلا في بعض البلاد مثلا يحط متفجر صغير قوي يعمله ايه يعمله موجة الموجة بتبطي تنتشر في جميع الاتجاهات كويس احد هذه الموجات ادي الموجة دي اللي هي هتنزل كده وتسقط هنا بزاوية اي فهتنعكس بزاوية اي وهذه الموجة لقاطها الريسيفر يبقى انت عندك عدد ضخم جدا من الموجات احد هذه الموجات هو اللي هياخد المسار ده هنمشي بالمسار ده وينعكس ويلقطوا ايه الريسيفر طيب انت هتلاقي فيه موجةين هيوصلوا لك فيه موجة سطحية اللي هتمشي على السطح كده ويلقطها ايه الريسيفر وفيه موجة تانية هتاخد مسافة اكبر وزامن اكبر اللي هي الموجة اللي هتنزل كده لحد لما تصطدم بالطبقة الجاي لطبقة رقم اثنين بس هتروح ايه منعكسة ويلقطها الايه الريسيفر الفاتح المايك يا جماعة ياريت بس يعني ايه كل يقفل المايك وبس البشمونس محمد اللي هو منذوب الضفع هو بس اللي يبقى فاتح عشان يبقى متابع معايا لو فيه ايه حاجة يبقى منقول انت حاجة انت الريسيفر ده حالقط موجتين او حالقط ايه نبتين الموجة الاولانية هي الموجة اللي ايه اللي مشت سطحية وديه الاصر على ان مسافتها ايه ااصر اما الموجة التانية فمسافتها هي المسافة المية دي مرتين رايح راجع باي يبقى هو الاول حيقدر يلقط الموجة الاولانية اللي هي اللي هي هتاخد زمن تي دي حيث تي دي هي عبارة عن اكس اللي هي المسافة المصار على سرعة انتقال الموجة انت الزمن ده هتقدر تحسبه هتشوفه واصل الموجة بعد قد ايه والاكس دي مسافة انت اللي عاملها فانت عارف مسافة اكس دي مثلا 30 متر ولا 40 متر من هنا تقدر تطلع من المعادلة دي الفي بي سرعة انتقال الموجة داخل الايه الطور طيب ادي اول حاجة دي الموجة الاولانية طيب الموجة التانية بقى مصارها قد ايه مصارها الطول ده مرتين تمام كده اللي هو معتمد على الاتش ومعتمد على الزاوية ايه 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 او معتمد على الاتش ومين والاكس طيب نشوف المعادلة ايه هيبقى الاتش بتاعتنا بتساوي نص الجزر التي ار سكويرد في في بي وان سكويرد نقص اكس سكويرد مين التي ار ده تي ار ده اللي هو الزمن بتاع وصول الموجة التانية اللي هي الموجة الريفليكتد عشان كيا سميناها تي ار المعادلة دي مين المجهول فيها ال اكس عندك اللي هي المسافة ما بين الريسيفر والسورس الفي بي ما انت طلعتها من المعادلة اللي فاتت انت من المعادلة اللي فاتت كنت طلعت مين الفي بي وان اوكي اللي هي سرعة انتقال الموجة جوه الترب اذا كل شيء معلوم في معدق الاتش يبقى من هنا نقدر نطلع من المعادلة التانية نقدر نطلع سمك الطباق اتش اذا نرجع مع بعض كده ان ايه المخرجات الاوتبوتس بتاعت الايه التجربة تجربة قدرت انطلع منها سرعة انتقال الموجة بالتربة طب انت لو دخلت بي سرعة انتقال الموجة في التربة مع معرفتك لنوع التربة مثلا هو رمل ولا كلاي ولا سيلت ولا حجر تدخل على جداول اوكي عشان كيف اقول لك مهمة اولا انت رمل الجسات معي ما انت تتعرف هي هو رمل ولا ولا كلاي ولا هو حجر عشان اتعرف عليه دي اول حاجة لازم يكون عملتك ايه جسات طب حد ادخل في الجداول عندي جداول في جزء من الجدول بيتكلم على الكوهيزي في صويل في جزء عن الكوهيزي في صويل وفي جزء سرعات الايه مثلا في الحجر يبقى انت من خلال سرعة انتقال الموجة جوا التربة بتقدر تطلع الموديلس اوغلاستيستي وده برامتر مهم جدا انت تعرف تطلع الموديلس اوغلاستيستي اللي هو الايه تاني حاجة صمك الطبقة السطحية تقدر تطلع صمك الايه الطبقة اللي هو اتش بطلعها بشكل الى حد ما اجرت يبقى ده تاني اوتبوت في الاختبار طيب الاختبار ده لو تلاحظ ان هو ممكن يطلع لك الخواص بتاع اول طبقة سمكها والموديلس اوغلاستيستي بتاعي طب الطبقات اللي بعدك يا طبق رقم اثنين وثلاثة واربعة لا الكلام ده مش تقدر تطلعه عن طريق السايزميك ريفلكتد نقدر نطلعه عن طريق ايه السايزميك ريفراكتد اللي هي الموجة المنعكسة انت بتسمح بقى ان تبتاخد خواص الموجة اللي بتدخل في الطبقات اللي بعدك كده الكلام ده عشان تقدر تطلعه انت هتطلع بقى براميترز اكتر هتطلع سرعة انتقال موجة في الطبقة التانية والتالتة والربعة وصمك كل طبقة اذا كل دي كل دي أنونز انت عايز تطلعه عشان تطلع أنونز اكتر محتاجة ان انا هيكون عندي ايه اكويشنز اكتر عشان كده مش هستخدم ريسيفر واحد لا ده انا هيبقى عندي مجموعة من اتناشر ريسيفر هو الجهاز بقى بتاع السيزميك ريفراكتد بيبقى سورس مصدر للموجة وبعد كده بنروس اتناشر ريسيفر تبتدي تروس الاثناشر ريسيفر ده على مسافات متساوية كل مسافة اكس تحط ايه واحد طيب يبقى انت هنا في هذه الحالة عن طريق اتناشر ريسيفر هتوصل لأعمق اكتر واحد حيقول لي يعني انا بالانفستيجيشن ده اقدر اعمل انفستيجيشن للطربة لحد عمق هاقول لك اذا كانت المسافة ما بين اول ريسيفر واخر ريسيفر ال معايا والتي تكون مثلا تسعين متر يبقى انت هتقدر تعمل انفستيجيشن للطربة لحد عمق كم لحد عمق ال على تلاتة يعني اذا كان المسافة ال ما بين اول واخر ريسيفر ميت متر تسعين متر يبقى انت في هذه الحالة تقدر تعمل انفستيجيشن لعمق الديه او الاوتبوت بتاعتك ده حيكون لعمق الديه تسعين على تلاتة يعني تلاتين متر اذا كأنك عملت جسات بعمق كم تلاتين متر واحد حيقول لي طبعا انا رصوه معا لمسافة اوسع واجيب انفستيجيشن اكتر اقول لك ماشي يعني انت عايز ترصوه معا مثلا مية وخمسين متر مية وخمسين على تلاتة طبعا انت كده عملت انفستيجيشن لخمسين متر اه بس الريزييوشن والدقة قلت بالظبط زي ما حضرتك كده تفتح صورة على الموبايل بتاعك هتلاقيها حلوة تيجي تفتحها على تابلت عشرة انش مثلا تلاقي الصورة بدأت الريزييوشن بتاعتها تقل شوية تيجي تفتحها على اللابتوب لا الريزييوشن قلت تيجي تفتحها على شاشة كبيرة معايا تلاقي الصورة ايه بقت ايه بسموها بكسلت يعني بقت ايه الدقة بتاعتها او تحس ان الريزييوشن ضعفت اذا كلما اكبر معايا كلما اكبر المسافات كلما الدقة هتقل معايا ودقة ان انت اتعين مثلا سمك الطبقات وخوص الطبقات وكلام ده كله بتضعف اذا كلما عايز احصل على دقة اعلى اقلل المسافات ما بين الجيفونز او اللي هي الريسيفرز او فتديني دقة اعلى او انا عايز او عمق كبير وفي هذه الحالة لا هتوسع المسافات بس ده هجي على حساب الدقة طب افرض بقى انا عايز دقة عالية وعمق كبير هنا بقى تتحلل ازاي ان انت بدل مما تستخدم مجموعة 12 جيفونز لا تجيب مجموعتين وبعددهم كام 24 جيفونز اما تجيب 24 جيفونز في هذه الحالة انت زودت عدد الجيفونز تبعية تقدر تجيب مسافة طويلة ومدايق المسافات ما بين الريسيفرز وفي هذه الحالة ده يحللك جزء من مشكلة ايه مشكلة الريسيفرز العمليات تعتمد على ايه ان انت حيبقى عندك فيه موجة اي من عند مصدر الموجة بتيجي فيه موجة فيه موجة بتنتاقل من الطبقة الاولى تدخل على الطبقة التانية هذه الموجة فيه جزء منها بينعاكس ويدخل على الطبقة التالتة وفيه جزء بيمشي براليل او في يعني نقول عليه انه هو ده موجة من الموجات اللي هي هيحصل لها وضع حارج فتمشي منتقلة ما بين الطبقتين وهي بتصدر برضو موجات يعني هي موجة دي برضو ايه بتصدر موجات او نقول ايه ان هي مصدر لموجات منهم واحدة بتنتقل وتوصل للريسيفر الايه التاني وهكذا مع التالت والموضوع ده موضوع مش عايزة اقولك ندخل جوة الكمبليكيشن بتاعه لكن عايزة اقولك ان انت النهاردة اصبح عندك مجموعة من الداتا الضخمة جدا لعلاقات ما بين موجات ريفراكتد وموجات ريفراكتد انتقلت جوة كذا طبقة وبالتباعية تأثرت بسرعة انتقال الموجة في الطبقة الاولى والطبقة التانية والطبقة التالتة وبالتباعية هتبتدت تختلف البرامتر بتاعتها المهم عن طريق ماتريكس ضخمة بديبتدي طبعا اكيد محدش هيحل الكلام ده مانيول انما هيبقى بقى بروجرام بتاع الكمبيوتر يعمل لك اناليسس وتحاجات تاخد شوق خالص هتبتدي تقدر منها هتقدر تحسب سرعة انتقال الموجات طبقة المودلس بتاعي وكذلك تقدر انك تعين سمك الطبقات المتتالية وطبعا حتى كمان لو فيه انكلينيشن ميل لطبقات التربح هتقدر ان انت تتعرف على انكلينيشن وبالتبقية انت ممكن سمك الطبقة يبقى كمان مختلف من نقطة الى اخرى يعني مثلا سمك الطبقة التانية بيبدأ على الشبال مثلا باتنين الى اثنين متر اذا ممكن انت تقدر ترسم للطربة خلال الطول اللي انت بتدرسه هذا الاختبار رقم اثنين اللي هو الاختبار التالت اللي هو المقاومة الكهربية في المقاومة الكهربية الفكرة ان انت عايز تقيس خلال مسافة معينة ومنها تطلع الريزيستيفي بتاع الطب لها كذا تكنيك ابسط تكنيك منهم ان انت مثلا عندك نقطة ايه ونقطة بي تيجي تمرر طيار كهربي ما بين النقطة ايه والنقطة بي ولتكن بتبقى عادة مثلا نجيب بطارية التعربية يبقى فارق الجهد الكهربي ما بين الطرفين ايه وبي هو اتناشر فولت يجي نقطتين تانين ام بتوين بقى زي نقطة ام ونقطة ان يجيب فولت ميتر وفولت ميتر ده يروح مركب ايس ما بين النقطة ام وان طبعا بيقيس زي ما بين ام وان بيدق اسيخ كده عند نقطة ام وسيخ عند نقطة ان وروح رابط فيهم الاسلاك الكهرباء ومن هنا يقدر عن طريق الفولت ميتر يقدر ييب ال potential difference ما بين ام وان من خلال المسافة ما بين ام وان وال potential difference اللي هو اسو يقدر يجيب ال resistivity بتاعت الطربة من خلال resistivity بتاعت الطربة ومعرفته يقدر انه يدخل في الجداول ومن معرفة resistivity بتاعت الطربة يقدر يطلع الخواص للتربة بعض الخواص منها المودلس 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 كمان طبعا في بقى اعادة ياس ما بين نقطة اخرى زي ام وان لا ياخد نقطة على ادية ونقطة على اوسع تقدر تعين سمك طبقات الطربة المتتالية وزي ما قلتلك الكلام الداتا بتدخل في analysis ببرامج معينة بتبقى مع الاجهزة دي وكل ما بالبرنامج سعر بيبقى اغلى كل ما بيقدر يطلع لك برامتر اعلى والاناليس بتاع بيكون more advanced نشوف برضو كده الاختبار رقم ثلاثة اللي هو ground between trading rather gpr والground between trading rather احنا دلوقتي هنشوف فيديوهات يا جماعة انا مش عايز اكتب ايه لسه يعني خيالك مش جابها قوي احنا احنا نتفرق دلوقتي على فيديوهات خاصة بالطرق دي نرجع نقول ايه ground trading trader وده جهاز لطيف جدا زي ما انت شايف كده عامل زي العربية الصغيرة كده بتمشيها بتعملها سكان على الارض فبتبتدي تبعت موجات رادارية جوه التربة موجات الرادارية دي على ما بيحصل لها انعكاس نتيجة اصطدامها ممكن مثلا بأجسام ولا حاجة زي كده او نتيجة انتقالها من طبقة للتانية بيبتدي الجهاز ده ياخد هذه الموجات ويعمل لها الاناليسس بتاعها الجهاز ده كويس قوي قوي فان انت تكتشف بالحاجات المدفونة جوه الارض زي مصورة مية زي كابل كهربة زي غرفة فضية تحت يعني دي بتبقى ميزة بقى ان حضرتك لما تكون مثلا عندك موقع في مكانها تحديدا ممكن تعمل لها سكان بالجي بي آر او وبالتبعية تكتشف وجود هذه المرافق خبالك ده موضوع مهم جدا بالنسبة لك لو انت كنت سايت انجنير وعندك موقع تبتدي في حفر لو انت مثلا تسببت في تلف هذه المرافق دي جريمة كبيرة يعني جنح اسمها جنح تتلف مال عام بإهمال فانت مسؤول عنها فطبعا ميبي ما تكون عندك في موقع غير متاح لك خرايط لا يبقى في هذه الحالة طالما انت مش عارف هي موجودة فين يبقى في هذه الحالة تستعين ب بحيس حتى تبقى عارف مكان المرافق وانت بتحفر تبقى تحفر عندها بالراحة عارفت مرافق زي مثلا كابل الكهرباء بتطلب من شركة الكهرباء ان يكون حد يوقف معك اثناء الحفر او لو مثلا في مصور غاز في مصور صرف وهكذا قبل ما ندخل بقى في الفيلد تست اللي هي طرق بقى طبعا المهندس المدني لا احنا نتفرج على شوية فيديوهات كده للجزء اللي احنا اتكلمني فيه اتكلمني اشتركوا في القناة محمد الشاشة الواضحة دلوقتي شاشة كده عليها جيومتريك ايو واضحة طيب ده فيديو انا منزله من اليوتيوب هو فيديو اعلان لأحد الشركات نتفرج كده عليه بوريك بقى ازاي التجربة بتتعامل يعني تلاحظ بها هو هنا بيبتدي يوزع في الموقع كل مسافة معينة بيبتدي يحفره ويبتدي يثبت الجيفون طبعا كل شي يبون لو تلاحظ ان هو متصل بيه كابل قصير كده صغير عشان بعد كده هو هيجي توصلهم كلهم على كابل رئيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد كده بيوصل الكابل الرئيسي بال بال وطلح صبعا موجود في عدد كبير جدا من لشان خاطر كل جيفون ل البن بتاعت ولي اتنين البن يوصل كل ده ببطارية زي بطارية العربية يعني بدأ السورس بتاع المصدر التغيير الكهرابي او المصدر بقال حينقل بيه الموجات دي هنا بقى بيوصل برضو الواحدة تيب اللابتوب بتاعوه هنا فيه كابل بيوصلوا بالمطرقة دي المطرقة دي هنسميها المرزبة لوزنها حوالي عشرة كيلو ليه الكابل ده بيوصلوا بالمطرقة علشان خاطر اول لما المطرقة دي هيخبط بها البليت اللي هيحطه في الارض يبقى ده الزيرو تايم بتاعو يبقى الكمبيوتر هييس يبطي يعتبر ده الزيرو تايم كل زي ما قلتلك بيوصلوا باللابتوب بتاعوه وقاعد فيه الانسايت وهو بيخبط الخبطات دي بيبتدي تظهر له الكيرفات على اللابتوب بيقضي يكرر التاست لحدا ما يحصل عليه ويشايف الموجات كلها متسجلة في صورة تشارتس ووضحة ان هو بيبضل يجرب مرة واثنين وثلاثة لحد لما يحصل على موجة سليم انا متفرج بالقاتل بيبتدي او ادي البليتا هو اللي هو هيساب هيخلي ريستد على الارض كويس عشان يبتدي يخبط عليه ويبتدي يسجل الموجات او شايفهو يخبط في الامر او المرزبة ده كان الفيديو الخاص بالسايزميك ويبز نشوف كده اعملكو اشغالك دلوقتي الجي بي ار اشتركوا في القناة محمد زاهر بالنسبة لك دلوقتي سكرين كده لونها omnia تشوف ممكن ان جهاز جي بي ار ده وتركبه باي بكذا طريقة يعني ممكن انه ان تركب في عربيانا maior ممكن ان تركب في حاجة بسيطة كده زي اللي انت شايفي ممكن على فكرة كمان في جي بي آر بيبقى بفريكوينسيز عالية وده تقدر تستخدمه بشكل دقيق شوية في الكونكريت ممكن لو انت عايز تكتشف وجود كراكس في الكونكريت ممكن تستخدم اليونت دي اللي هي بيبقى الفريكوينسي بتاعتها عالية قوي دي اللي هي بتبقى صغيرة كده الصغير ده بتقدر تستخدمه لأعماق صغيرة بيبقى فريكوينسي عالية بحيث ان انت تقدر تكتشف وجود الكراكس البسيطة في الخرصانة ممكن تستخدمه بشكل بريودك يعني مثلا في بعض البلاد بيستخدمه بشكل بريودك ان هو بيكشف على الخرصانة بتاعت الكباري يبقى كل مثلا بيبقى عنده بروجرام كده للكباري كلها ان هو بيعدي عليها مرة كل سنة علشان قادر تقوم في استيجيت وجود اي مشاكل في المنشآت الخرصانية دي فهو بيشرح لك الموضوع ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 كارل موجودة اليوم ده موجود مع حضرتك يا ده ايه 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 ابا نوبا عبدو ابا نوبا عبدو ابا نوبا عبدو عبدالله محمد موجود يا دكتور ايه يا دكتور ايه يا ابنوبا انت كنت فيه ايه يا ابنوبا هو بس لا بعلق طيب ماشي اه ادهم ادهم محمد معادتك يا دكتور أحمد خالد احمد ناصر مع حضرتك يا دكتور احمد طارق مع حضرتك يا دكتور ايا منتصر مع حضرتك يا دكتور عبدالله حنفي معك دكتور عيب علي ايهاب بوجود يا دكتور عيشة مهدي عيشة مهدي يا اما حضرتك يا دكتور ايمان مجدي بقى حضرتك يا دكتور ايمان محمد بقى حضرتك يا دكتور اسلام حسني موجود يا دكتور فرحة محمد مع حضرتك يا دكتور جاسر محمد حبيبة حبيبة خالد حبيبة خالد ماشي اللي ما يعرفش يا جماعة معي معندوش مايك او كده ممكن هي بحعتتلي ايوة ماشي فممكن يعمل إبراهيم مصطفى ايوة دكتور جوليا ماجد مع حضرتك يا دكتور محمود فارق ايوة مع حضرتك يا دكتور مريم وحيد مع حضرتك يا دكتور مينة رافت محضرتك يا دكتور ميشيل باهر ايوة دكتور محمد احمد محمد محضرتك يا دكتور محمد عنطر معك يا دكتور محمد حسام محمد ياسر محمد حسام ماشي محمد ياسر ايوة مصطفى محمد ايوة دكتور ندى اسامة مع حضرتك يا دكتور نغم علاء ايوة يا دكتور عمر شريف محمد حضرتك يا دكتور امني احمد مع حضرتك يا دكتور رويدة مع حضرتك يا دكتور سارة مجدي سارة مجدي مع حضرتك يا دكتور ايوة سارة رجب مع حضرتك يا دكتور سارة شام ايوة مع حضرتك يا دكتور شروق شروق صلاح موجودت شروق جمال لا شروق صلاح ماشي ايوة ايوة مع حضرتك شروق جمال ايوة يا دكتور طارق خالد محضرتك يا دكتور يوسف سيد ايوة يا دكتور يوسف علي كامل محضرتك يا دكتور طيب نستكمل بقى المحضرة بتاعتنا دكتور ايوة دكتور لا تشعر اسمي لا انا بقول راندم يا بسم تمام انا فكرة يعني بالترتيب تمام ماشي يا بسم تشكرين جدا بسم عرفنا انا بسم حضرتك طيب انتو ظاهرة قدامك ودلوقتي الشاشة بتاعت المكتوب ground green treating brother مش كيجا ماشي نكمل بقى في عندنا اختبارات اختبارات برضو تابعنا في ال بس بنعملها للتربة وهي في بطن الارض زي ما قلت لكم ان احنا عملية ان انا اخد سامبل من التربة واختبارها في المعمل اه طبعا شيء كويس وجايد لكن بيحصل دستربانس العينة او ممكن في بعض انواع انطربة زي الرام لمقدرش ان انا اخد منها عينة بحالتها الطبيعية يعني ممكن الكلي والحجر انا ممكن اخد عينة بحالتها الطبيعية اه بيحصل قدر من الدستربانس فيه تغير شوية في الفوتز ريشيو وتغير ممكن في الووتر كونتنت لو انت محفظتش عليها بشكل جيد لكن بقدر في الاخر اعمل لها اختبارات فيه نسبة ايرور نتيجة النقل ونتيجة استخراج العينة ماشي كل ده موجود لكن فيه برض انواع طربة زي الرام انا ما بقدرش ان انا احصل على عينة الرام بحالتها الطبيعية لانه هو مفكك او هو ملوش تلاحم او تماسك وبالتبعية مجرد ما باخده بيتغير الفوتز ريشيو بتاعته ممكن بعمل له حد اسمها ريمول دي تسامبي العينة مخلقة بس طبعا ما بيبقاش لها نفس الخواص بتاع العينة اللي في الطبيعة وبالتبعية الافضل بكتير ان انت التربة وهي في بطن الارض ان انا اختبارها زي ما انت برضو اختبارت بالجيو فيزيكال انفستيجيشن كنت بتعين خواص تربة بطرق وهي برضو في بطن الارض في ايه الموقع عندنا احد الاختبارات المهمة جدا والاختبارات اللي هي بنشتغل بها كتير حاجة اسمها اختبار standard penetration test او SPT اختبار مشهور جدا وبتعمل مع الجسد بشكل تلقائي طبعا الدقة بتاعته ما هيش بنفس دقة الاختبارات التانية لكن هو اكثر انتشارا طبعا دي جيت انتشاره هو منتشر جدا لانه هو تكلفته قليلة فيه الكون penetration test او بنسميه CBT او بنسميه static cone test او ممكن نسبة انه هو اتعمل كان الاختراع ده في هولندا فبيسموه dodge cone او المخروط الهولندي فيه عندنا dynamic cone test DCT وفيه عندنا platelo test platelo test PLT وفيه عندنا pressure meter test اختبار بقياس الضغط لحنا اهتم بهم standard penetration test و platelo test الكون penetration test يعني احنا قلناه كده هو طالعا برضو بنسبة لنا مهمة بس ان شاء الله هتاخده في كورس 362 ان شاء الله مع التصميم بتاع الخوازيق لانه هو مرتبط الى حد ما ال data بتاعت وبنستخدمها في تعيين قدر التحمل الخوازيق فحنأجله للسنة الجاية ان شاء الله standard penetration test الاختبار عبارة عن ايه انت تخيل دلوقتي ان انت وانت بتعمل الجسة c وصلت لحفر حتى المتر الرابع عايز دلوقتي ايه اشوف خواص الرمل عند المتر الرابع مثلا وطبعا هكرر التجربة دي عند المتر الخامس والسادس والسابع بس خلينا الوقتي انا فعند المتر الرابع هطلق التولز كلها اللي انا بحفر بيها وهنزل استوانة زي اللي انت شايفها دي هذه الاستوانة استوانة مفرغة وليها من تحت حفة حدة وقاطعة تخيل انت الاستوانة دي لو انت نزلتها ومتصلة ببار لحد فوق لحد سطح الارض وبدأت تدق عليها تدق عليها بمطرقة قياسية بتسقط من الارتفاع قياسي كلما تجد ان انت لو انا عايز دلوقتي اعمل بنتريشن لهذه المصورة في الارض كويس وحنخليها تنزل لمسافة معينة كلما طول التربة خوصها اقوى كلما تجد ان عدد الدقات اللي انت عايز تدقها علشان خاطر المصورة دي تخترق المسافة المحددة هتكون ايه اكتر ولو كانت التربة ضعيفة ممكن من اول خطة تلاقي المصورة نزلت يعني افترض مثلا كان soft clay مجرد ما تدق اول دقاء تلاقي المصورة دي راح تدخلة ومختارقة soft clay اللي هو حاجة عاملة زي الزبدة كده اذا من خلال عدد الدقات ممكن اقدر اتعرف على خواص التربة يعني لو كانت تربة تقدر تتعرف على التماسك بتاع هذه التربة لو كانت تربة مثلا sun تقدر تتعرف على angle of internal friction بتاعتها يبقى بالتابعية ممكن تطلع شير برامتر باستخدام هذه التجربة البسيطة هذه التجربة تقدر تجريها المتر التالت الرابع الخامس السادس يبقى انت عندك لوج كده للتربة والresistance بتاعتها لهذه التجربة ندخل بتفاصيل اكتر جوا التجربة التجربة دي انت هتعملها عن طريق مطرقة بتسقط من ارتفاع 76 ميلي المطرقة دي وزنها 63.5 كيلو جرام هتقول ليه الكسور دي لا هي في الحقيقة هي لها وزن بالباوند بس لما بنحاوله للكيلو جرام بتطلع 63.5 كيلو جرام انت بتخليها تعمل بنتريشن جوا الارض لمسافة 45 سنتي 45 سنتي دول انت بتقسمهم ل3 15 عدد الدقاءات اللازمة لدخول اول 15 سنتي بنسميها N1 عدد الدقاءات اللازمة للاختراق ل15 سنتي التانية هنسميها N2 وعدد الدقاءات اللازمة للاختراق ل15 سنتي التالت هنسميها N3 يبقى عندك وانت بيجرد الاختبار هيجيب N1 والN2 والN3 مجموعة N2 بلاس N3 دول بنسميهم N30 اللي هو عدد الدقاءات اللازمة لاختراق 30 سنتي اللي هي مجموعة التانية والتالت طب الاولانية اللي هي N1 لا الاولانية ال N1 دي بنهملها ليه لان وانت بتعمل اختراق للطربة اول 15 سنتي دول انت لسه منزل التولز قبل ما تنزل التولز ده اللي هي المصورة بتاعت الدق انت كنت ساحب معدات الحفر معدات الحفر عاملة شوية نقول ايه في التربة اللي هي لسه خارجة منها فعنا اعتبر ان اول 15 سنتي دول فيهم مفككين بسبب التولز بتاعت الحفر فلما تيجي تدق اول 15 سنتي دول هتستبعد وتقول دول انا ايه نتاجهم مش موثوق فيها انما نتاج ال 15 سنتي التانية وال 15 سنتي التالت اللي هم التلاتين سنتي الاخرانيين هناخد مجموحهم اللي هو حيب N2 plus N3 ودول ايه هاخدهم ال N30 دي اخدها و ما هعمل لها corrections مش هناخدها النهاردة طبعا ال corrections دي طربة clay وتقدر تجيب الفايل لو كانت طربة رمل خد بالك التجربة دي هي ممتازة جدا مع الرمل تديك نتاج كويسة جدا مع الرمل طبعا لو زلط مش هنفع لان المصورة دي لو زلط وقفت على زلط خلاص التجربة وقفت فانت ما تستخدمهاش مع زلط ال clay الى حد ما النتائج برضو بتقدر تحصل منها على نتائج من الكلي بس هي افضل حاجة في استخدامها مع الرمل هنا الصورة دي بتوضح لك انت الماكنة بتاعت الجسات انت وانت بتعمل الجسة وصلت الليفل معين وليكن مثلا 3 متر 4 متر 10 متر المهم بتطلع التولز بتاعت الحفر بتبتدي تنزل اللي هي المصورة المفرغة دي اللي انت عايز تدقها وهي متصلة ببار لحد فوق او بموسير لحد فوق هنا في المطرقة اللي انت شايفها المطرقة دي قلنا وزنها 62.5 كيلو او 63.5 كيلو مهم من التحويل يعني بتسقط من ارتفاع 76 سنتي وتبتدي الدق على المصورة لحد ما تعمل اختراق 45 سنتي بنكرر 45 دول عبارة عن 3 15 بناخد عدد دقات اللازمة للاختراق ال 15 سنتي التانية والتالت ده تجربة الستاندرد نشوف الفيديو بتاعها ترجمة نانسي الفيديو زاهر يا محمد زاهر كده خلاص انا جايب لكم اتنين فيديو للمستاندرد نيتريشن تس هتفرج على فيديو وهم شغالين بالمعدة الخاصوني اليدوي اللي هو بيعمل الجسد باستخدام عملة يدوية طبعا مع القاصون وكده اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده في المحاضرة اللي فاتت وحديك لقطة تانية وهو بيعملها مع اجهزة متقدمة بما كانت جسدات ميكانيكية كمان متقدمة فحنشوف دلوقتي الفيديو ده و سامبلر بنرجع كده الثانية دي دي المطرقة اللي هي بتسقط من ارتفاع 76 سنط لو تلاحظ هو طبعا هنا بيعتمد على العملة اليدوية بيرفع المطرقة طبعا الدقة فان هو رفع المطرقة للارتفاع المطلوب حصل ولا لا ده يعني مش هيبقى مظبوط قوي وهتشوف هو حلا ازاي ترجمة نانسي قنقر هو هنا بيقريك ان هو بيرسم علاقة ما بين وقيمة الاس بي تي اللي حصل عليه تلاقي المتر ده كان جايب تلاتة هنا جايب ستة سبعة بعد كده ستاشر طبعا واضح بالنسبة لك هنا الارقام كانت صغيرة وبعدين بدأت تزيد اذا واضح ان هنا في انتقال لطبعة تانية اوه هنا هيفرجك على السامبلر اللي هي المصورة المفرغة اللي احنا بندقها ويوريك ازاي دلوقتي لما بيفتحها كمان هي عبارة عن نصين وبيتركبه مع بعض يعني بحيث ان هو برضو بعد لما بيدق العينة التربة اللي هو دقي فيها بتطلع لك جوة السامبلر ودي كويسة جدا انت عينة الرمح حتى لو انت بتعمل اختبار بتعمل الجسات ميكانيكي احنا كنا قلنا عيب الجسات الميكانيكي ان انت العينة لما بتطلعها من الووشنج من حوض الغسيل بتبقى مختلطة بالبنتونايت انت عشان تقدر تحصل على عينة مش مختلطة بالبنتونايت بالنسبة بشكل رئيسي بالنسبة الرمل هتقدر تحصل عليها من تجربة الاس بي تي تكون لسه بقى ما حصلوش اختلاط بالبنتونايت فهنشوف كده هو بيفتح السامبلر كده هيحصل عليها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعمل يتكلم على انها لازم الحافة تكون حدة وقاطعة وزوج ميل وزي كده اقدر انا بقول لك علي انها عبارة عن المصورة متصممة انها تبقى نصين بخير ستتفك كده وطلع منها العينة بعد لما بتجري الاختبار اشتركوا في القناة عايزك تشوف كده شايف هو بينزلها جوا مصورة عارف المصورة دي الكيسنج اللي كنا بنتكلم عليها القصون اللي كنا بنتكلم عليها في اول محاضرة ادي القصون هي المصورة بتاعتك القصون وهو واصل العمق معين وبينزل بقى السامبلر اللي بياخد بها العينة او بيدق عليها وياخد في الاخر بها العينة دي على فكرة هنا اللحظة اللي فاتت دي كانت كانت مع ستامبن تنايت ستامبن تنايت ستاري واخد لقطات هنا ولقطات هنا ايه اللي هو بيعمله ده ده هنا المصورة معلم عليها 3 15 بالتبشير كده معلم 15 15 15 عشان هيبتدي يدق ولما يلاقي العلامة دي وصلت هنا يبقى كده عدد الدقاءات بتاعت العلامة التانية يبقى العلامة التالتة تبقى لل هنشوف ها كده دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر طبعا كان بيتكلم بقى على ايه على ان الهامر مفروض تطلع على ارتفاع 76 سنتي وطبعا عشان خطر دي ما فيهاش دقة قوي وخاصة مطروكة لتقدير الى حد بما العمال فاتعمل لها زي مجبك كده بحيس ان المطرقة ما بتنزلش إلا لما المجبك ده بيفتح والمجبك ما بيفتح إلا لما المطرقة توصل لل 76 سنتي فهنشوفها هدلوقتي بتتم ازاي حل المشكلة دي بص ما بيفتح المجبك ده إلا لما المطرقة تطلع للارتفاع الصح هبص بقى هو قدي لما بيفتح مصين فبتفرج على بيطلع العين ازاي شايف العين اهي اللي هو حصل عليه هي إلا حد ما رمل يعني فيه نسبة تماسك شوية مختلف نسبة فعشان كده لو تلاحظ هو لما فتح هو إلى حد ما متلاحم شوية استمبل اللي طلعت عين هو ضعف عليها الليبن في العنق وورق مصر نسبة لنشوف فيديو تاني لتجربة في مكان أدفانسد بص بقى الموضوع هنا مختلف خالص دي مكان إمكانيكي وده أجر ثمه هنا بيعمل بنيتريشن ده وطبقة متماسكة فهو شغال بالأجر محمد الفيديو واضح عندك أيوة أيوة شغال دي طبعا نشوفه هنا مكانة ميكانيكي كل اللي شغالين أوبريتور والمساعد بتاعه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصل للعمق اللي هو كان حافر عنده بص المطرقة بالنسبة له بقى حاجة متقدمة ازاي وهنا بقى لا بيقعد يرفع بماسك الواير ده ويقعد يرفع ولا حاجة لا ده كله عبارة عن مكانة كلها مجهزة هي هتبتدي جاست بيربط وهذه بيقيس الخمسطاشرات هيبتدي يشغل مكانة اهو شايف المكانة عمال اذا عدد عدد الدقات شكراً أشتركوا في القناة جالble اشتركوا في القناة شكرا خلص التجربة بيبتدي يرفع الخط بتاعه والسبليت سبون في الآخر طبعا لو فتح السبليت سبون اللي هي المعلقة هي يطلع طبعا عينة التربة وهي هنا هيحطها على المنجلة ويطلع عينة التربة طيب نرجع بقى للبريزنتيشن بتاعتنا تجربة التالية لها لكم زي ما قلتلك هنأجلها يعني انت هتلاقاها موجودة في المحاضرات اللي أبعتها لك لا هي بس ده نحن هنخلينا معرفتنا بها ده اسم تجربة لكن نخلي التفاصيل بتاع التجربة السنة الجاية تشرح لك ان شاء الله مع الجزء بتاع الخوازيق الاختبار الأخير اللي هو البيت لو تست اختبار تحميل التربة هو اختبار بسيط ان انت بتحط بلايت من الحديد فيه أبعاد ممكن 30 سنتي أو 40 أو 45 سنتي او ممكن فيه بلايت الكبير اللي هو 75 سنتي وبتيتحمل عليه تحمل التربة وتقيس او ترسم علاقة ما بين السترس والديفورميشن او اللود والديفورميشن علشان تقدر تطلع بقى منها بعض الخاص طربة زي المودولس أوفلاستيستي وفي حاجة اسمها الكلابسابيلتي بالنسبة للبيت دي ممكن تكون شكلها مربعة او مستديرة الفكرة هو ان انت بتحط البليت وطبعا بتحط كذا بليت فوق بعض بحيث ان انت البليت ما يحصلش ان هو يحصل له بندج ما يتنيش بتحاول تحط البليت ريجد شوية وبتركب هنا دايل جيج علشان يقسلك الديفورميشن او الهبوط اللي بيحصل في التربة بيبقوا 3 أو 4 دايل جيج علشان تاخد الأفريج بتاعهم هنا دا جاك الجاك دا هو اللي انت بتحمل عليه طب انا بجيب الحمل من لين الحمل بجيبه ان انا ببقى حاطة لودر مثلا او عربية نقل بحيث اخد الرياكشن بتاعها ببتدي ارفع لودر اسف ببتدي ارفع بالجاك زي ما انت بترفع العربية كيما يكون غير فردة الكويتش هو برضو بنبتدي نرفع كده وناخد الرياكشن بالتدريج وبتقيس طبعا الفورس اللي ما نقوله لك عن طريق البرشور جيج دا اللي هو بيبقى متصل بالجاك زي ما انت شايفه كده في الصورة دي تلاحظ ادي الجاكا هو وطبعا المعدة اللي انت شايفها دي عبارة عن لودر فعشان لودر وازمه تقيل فهو بياخد الرياكشن من اللودر لو تلاحظ هنا في 2 بارز كده البارز دي اللي هي لونها سيلفر دي دي متركبة او رستد على نقطة هنا ونقطة على نقطة برضو من ناحية التانية بتبقى بحيث ان هي تبقى بعيدة عن منطقة التحميل البليتا هو والدائل جيجز هنا في الصورة اللي على الشمال دي دائل جيجز الكترونيك عشان كما تقصى لك كابل كهرباء انما ممكن تبقى الدائل جيجز عادية اللي هي اللي هي اللي هي آنالوج يعني اللي هي عقرب كده عقارب وبتقرأ الريايات بتاعتها الجيج اللي انت شايفه ده هو ده بريشر جيج بيقسلك بضغط جوه ما بين الطربة والمبنوع من البليت للطربة uniform stress اللي انت بتحصل عليه من هذا الاختبار بترسم علاقة ما بين المبنوع من البليونتز بتاعتك ايه والديفورميشنز الجراف اه هو انت بترسمه اللي هو الازرق ده بنوصل لسترس معين وبعدين بنعمل يعني بتغمر مية علشان تشوف الطربة البيهيفير بتاعها لما تجلها مية تغرق بالمية يعني يحصل تصرب مية مثلا لما المصورة مية مطر هتشوف البيهيفير بتاعها ده اللي حسن بنسميه الكلابسنج بيحصل ده بيهمنا او الدروب اللي بيحصل ده وانتاخده ان شاء الله في البروبيوماتيك سويل ان البراميتر ده مهم جدا بالنسبة لنا عشان نشوف البيهيفير بتاع الطربة الجافة لو حصل لها فلادينج بالمية ثم بعد الجهة بتحمل بتوصل لحد مثلا مرتين ونص البرين كاباستي قدرة تحمل الطربة ثم بعد كده بتعمل الانلودينج اللي هو الجراف اللي باللون الايه الاحمر يبقى احنا الغرض من تجربة تحميل ان انت بترسم علاقة ما بين السترس والديفورميشن وممكن تعاين منها بقى خواص للطربة زي المودلس او بلاستيستي تعاين الكلابسابيليتي بوتينشل من الضرب اللي بيحصل ده دي تجربة التحميل ودي من التجارب برضو اللي بتجرى في الموقع كده احنا خلصنا هذا الشابتر ويعني احنا كده ان احنا خلاص تبروسيد لل نكت شابتر تتاخدوا الشابتر اللي جاي ان شاء الله هتسألني طب انا ممكن تتسائل في الشابتر ده ازاي عندك ممكن تتسائل نظري والنظري ده عادي ممكن اقول لك اذكر كده ستيت التجارب اللي بتعمل لي كذا اشرح لي تجربة كذا يعني اي حاجة ممكن تسائل فيها نظري ممكن يبقى سؤال مباجر ممكن MCQ تشوز يعني وممكن يبقى صح وغلط ممكن انا اديك توزيع فلان كده وحطي لك عليه مجموعة من المباني واتديك الاريا بتاعت المباني وقول لك شوف لي عدد الجسات المطلوبة لكل مبنى ووزحها ممكن تلقى في امتحانات قبل كده بص على امتحانات بتاعت السنية السابقة الى حد ما هذا الشابتر يعني لو انت ذكرته بيبقى درجته مضمونة ان شاء الله بس ذكره كويس وبتمنى لكم كل توفيق حد عايز يسأل اي حاجة جماعة محمد ماشي معانا يا محمد طيب انت بعدت اللينك بقى لزميلك علشان خاطر يعمله داونلود لكل المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة بتاعت النهاردة هم كلهم في مجموعة الفيديوهات اللي احنا تفرجنا عليها كلها موجودة معاك بحيث انت لو حبيت تبص لها تاني وات بتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله باش يا جماعة حد عايز حاجة لا صح دكتور بحيث يكون قبل الامتحانات الفاينل او ممكن يكون بعد امتحانات الفاينل هحدد مع البشموهندسين في الساكاجن وابلغكم ان شاء الله امتح يبقى الامتحان الشافري وحشوفكم ان شاء الله في الشافري بإذن الله ماشي يا جماعة اي اسئلة لا صمحتها دكتور طبعي الجزء ده ممكن نكتب به بالعربي في الامتحان صح اه طبعا طبعا شكرا دكتور احمد طبعا اللوكسلام عليكم اعليكم